تطور جديد في شبوة حيث اتجه ابناء المحافظة الى تشكيل مجلس وطني لادارة المحافظة وبحسب بيان صادر عما تسمى الهيئة الشعبية لابناء شبوة خلال مهرجان جماهيري حاشد نظمته الهيئة اليوم بمدينة عتق فان المجلس الذي تشكل برئاسة اللواء احمد مساعد حسين سيتولى ادارة شبوة حتى تأتي حكومة تسيطر على الوضع في عموم البلاد ووفقا للبيان فقد منح ابناء المحافظة مهلة ثلاثة ايام لجميع المسؤولين في المحافظة الذين ثبت فشلهم لتسليم السلطة للمجلس الوطني كما اعطوا مهلة سبعة ايام للشركات العاملة في مجال النفط والغاز للتسليم والاشراف والحراسة للمجلس الوطني مؤكدين ان من يتخلف عن المهلة سيطرد بالقوة الواضح مما تضمنه البيان ان هناك ترتيبا لوضع المحافظة في كل المناح الاقتصادية والسياسية والامنية الترتيب ايضا يشمل توزيع موارد المحافظة حيث اشار البيان الى انه سيتم انشاء مكاتب في كل المديريات لحصر عدد الفقراء والمحتاجين ليتم اعطاؤهم بدل اعاشة من حصة شبوة في النفط والغاز البيان طالب الحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية السماح باعادة تصدير النفط من ميناء بالحاف وامام كل هذه التطورات لم يصدر اي موقف او تعليق من الحكومة الشرعية الامر الذي يثير العديد من الاسئلة هل نحن امام فدرلة سابقة لاوانها ان كان الامر كذا فلماذا تتم هذه الخطوات بعيدة عن مخرجات الحوار الوطني ومشروع الاقاليم ثم مضامن ان لا تتحول هذه السلطة الى سلطة موازية للحكومة الشرعية ومضامن ايضا بان لا تكون بداية لخروج محافظات اخرى عن السلطة الشرعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة